اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة من حديقة الشعر والكلمات اقدم لكم قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس الى رمضات البيوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين يا رب تكلوا بخير فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم هنحضر بقى الغداء مع بعض وهنغسل وميرال هتبقى منوركم في الفيديو ده احتمال ترغي كتير يعني انتوا حظكم اول حاجة كده الصبح بدري والتي كان نزله بقى للمدرسة وانا قعدتنا وميرال كده نفتر مع بعض طبعا مفيش انا غيرنا وهي في الشقة بس فما كانش ينفع ان انا سيبها تفتر لوحدها برا كبات اللبن هتتدلق على اي حاجة يعني فقعدتها جنبي على رخامة طبعا دي القاعدة المفضلة بالنسبة لها ان هي تزن كده وتقعد على رخامة فجبت لها فايش طبعا ده الفايش السعيدي بقى من عند ست الكل ان شاء الله ان شاء الله ده منزل السعيد اواريكم بقى الفايش الاصلي مش اي كلام يعني مش فايش الافرن فايش السعيد السعيدي فعملت لها هي كبات لبن طبعا مش مليانة لان هي ما بتكملهاش وحطت لها فايش كده وانا كنت باشر كوبات نسكا في جنبها وكان عندي بقى الحلة والكسرولة والكوباية دي كانوا في التلاها كان عندي فيهم يعني فيهم لبن وعليهم اشتا فجبتهم كده جمعت كل الاشتا اللي عليهم في العلبة دي وبدأت ان انا كده ايه احط اللبن بقى على بعضه اه طبعا احسن شهور ان احنا نحوش فيها الزبدة والاشتا او الزبدة والسامنة عمتا وتجيبنا القريش والحاجات دي اللي هي شهر اتناشر وواحد واثنين الشهور دي بيبقى لبن فيها ما شاء الله يعني الخات كتير فيه بس المهم ان انت تكون بتعرف تعملي الحاجات دي في البيت اما تشوفي حد يكون موصوق منه ومجربات كزا مورة يعني ان انت تشتر منه الحاجات دي ان اكتر حاجة بتتغش الزبدة طبعا انا الحمد لله ما بشتريهاش قبل كده يعني عملي ما اشتريتها يا اما بتجيب هالسة لكل امي اما انا بحوش قشة زي ما انتم شفت قبل كده وبعملها انا في البيت يعني انا بعرف اعمل الجبن القريش ان شاء الله اعملها معكم في فيديو والسامنة البلدي والحاجات دي كلها طبعا شايفين مرة العاملة ايه بقى بهدلة الدنيا ومبهدلة هدومها انا كده 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 كنت هغير لها هدومها دي ففترة بالهانة والشفا كده ونزلتها بقى تلعب بره وكان عندي حطتين غسية كده وحطتين تلاتة يعني مش حطتين بس وشغلت الغسلة طبعا ما بملاش الحل على الاخر يعني هدوم عشان الهدوم تعرف تتحرك في الغسلة وتنضف لو كبستية هدوم يعني الهدوم مش هيتغلغل فيها الارية الكويس او مش هتتحرك كويس في الغسلة مش هتبقى نظيفة يعني فما بقترش هدوم في الغسلة حطيت كده كباية الارية البودر وحطيتها معاها شوية كده من الارية الجيل لا ازا اقول لكم بيخلي ريحة الهدوم رهيبة والله العظيم حتى بعد ما تنشف وتشيلها من على الحبل بتبقى الهدوم ريحتها تحفى كمان انا ما بحبش اسيبه الهدوم كتير على الحبل يعني بصراحة ليه ناس يعني او مش ليه ناس في جراني في الشارع ممكن الغسيل يوعد على الحبل بالاسبوع يعني ده اساسا بيبقى اضطر وبيبقى ريحته انا لو غابي يوميا على الحبل مثلا ونسيته او مكنتش موجودة او مكنتش فاضي او اي سبب يعني ممكن اخسله تاني يعني هو بينشف واشيله على طول وممكن قلب الغسيل يعني مثلا انا ام الناشف وقلب الغسيل الناحية التانية عشان ينشف كده يعني كل ما بتسيبه على الحبل كل ما ريحت الايلة بتروح بتاعته بيضطر بيبقى كله اطراب شايفين بقى الغسيل مظهر بتاعي فلة ازاي فلة كده حتي لايك بقى الغسيل الفلة ده طبعا انا لازم بظهر الغسيل الابيض ده ما اعترفش باي غسيل ابيض مش متظهر دي طبعا حرية شخصية وحسب ما الواحد متعود يعني فانا متعودة ان لازم الابيض ده يتظهر ويبقى فلة كده متعرفش تفتحها يعنيكي من البيض بتاعه اللي بيتظهرش بصراحة بحس ان هو مسفر كده ولا ما بيعجبنيش خالص يعني المهم كده كنت غسلة العلب بتاعت السكر والشاي والبن غسلتها كده وفضيت كل حاجة مكانها السكر والشاي والبن ونشفت بس العلب من جوه الاول لانا انا كنت مصفيها بس حبيت انا اتأكد ان هي نشفة كويس عشان بس الحاجات دي ما تلتقش وتبقى ماشي قل فانا نشفتهم كويس من ملاديك كده وحطيت بقى كل حاجة ما كان هعايز اقول لكم بقى ان انا كان عندي فاكرين الفيديو بتاع البط والمحشي قبتلكم ساعتها ان انا متبقي رز ومتبقي ورق لانا كنت خارجة وقتها ما كملتش يعني فاتبقى شوية الرز دول وشوية الورق الكروم فعملتهم بس هم ما كانوش هيقضوا الغداء لوحدهم يعني فكان هيبقى فيه مطش بالليل اللي هو بتاع كاس العلم مش عارفة بين مين ومين انا بفهمش في الكرة خالص ولا لها فيها اصلا المهمة قلت ان انا هخلي المحشي ده يعني بالليل كده يتسلوا بي قدام المطش وهعمل انا غداء جنبه لان هو كان قليل يعني مش مسلا غداء اسرق او كده للتسلية يعني شوية صغيرين فلفتهم كده وانا واقفة طلعتهم من التلاجة ولفتهم طبعا انا رز المحشي ما بحطوش الفريزر لو تبقى في الفريزر ما بيستخدموش فما بشيلوش اصلا في الفريزر يعني بعملو على طول بحشيف اي حاجة وسويه المهم ده الغداء الاساسي بتاعنا بقى كنت مقطع هنا اوانس وبنظفها عايز اقول لكم القلب بتاع اللي بيبقى مع الاوانس ده انا شفت والله العظيم ناس كتير يعني بيعملو بيعملو زي ما هو مقفول كده يعني زي الحاجات اللي انتو شايفينها اللي بشاور عليها دي بتبقى موجودة فيه وبيتسلق او بيتشوح وبيتاكل زي ما هو بصراحة مش عارفة ازاي بيعملو كده يعني لازم يتفتح كده شايفين انتو الدم والحاجات اللي فيه ده منظر عامل زي يتاكل ازاي بقى بالمنظر ده فانا السكنة هنا كانت هتعورني فانا لازم يفتحه كده بطلع بص كل الدم اللي انتو شايفينه ده وقطع كل العروق اللي فوق دي الاوانس والقلب كده لازم انضف اي حاجة فيها شكلها مش يعني مش عجبني اه الدهون برضو اللي بتبقى على الاوانس مبارد لازم اشيلها كلها يعني لو انا جاي بنص كيلو بطلع ممكن اه تومني كيلو او ربع كيلو دهون بس من على الاوانس مش مشكلة ان هو الوزن يقلي بس المهم ان انا ننضفها عشان اضمن ان يبقاش فيها ريحة مش حلوة او ريحة زفرة او اي حاجة خلاص زي ما تشافين كده انا ننضفتها كلها كمان عايز اقول لكم زي راح بتوفر معايا كدير انا الاوانس والكبت دي انا مش باشتريها كده اه الفراخ اللي انا بجيبها بتاعت الشهر ايا كان يعني العدد بتاع الفراخ بقول للراجل الفراخ يتلع للكبت وانس بتاعتها كلها يحطها اللي في كيس لوحده فبتبقى معايا كمية انا بعمل بيها مرة مسلا زي كده زي ما تشافين اكلة زي دي اا او في ساعات ان انا بسلقها برد وبعمل بيها سانية مكرونة بالشمال ان شاء الله باعملها معاكم مرة اا او ممكن اعمل بيها رز والخلطة المهم ان انا ما بسويش يعني الكبت وانس بتاعت الفراخ معاها لما اجه اسلقها واطبخها اا واصلا من الاول بمخليه الراجل بتاع الفراخ يحطي الكبت وانس كلهم في شنطة لوحدهم مش مع الفراخ يعني اا وحتى لو انتي جاب الفراخ لوحدها مسلا اا يعني حاول ان انت ما تطبخش معها بحيس ان انت توفر معاك في يوم من الايام يعني ايه وتعملوا بيها واقبل وحدها يعني في الغالة اللي احنا فيه ده اا اي حاجة نشيلها ونوفرها تزوء يوم تاني معانا في مصلحتنا يعني فخلص كده زي ما شفت حطيت الاوانس على البتاجات السلق حطيت معها وهارات اللي هي فيها حبهان ورق لاورة وقرون في الكباسيني وحطيت لها طبعا مصارية صغيرة وزي بتاعت السلق وجبت هنا الكبدة وبدأت ان انا قطعها طبعا الكبدة مش هسلقها معها اا عشان انا هشوحها وعملها كده لكن لو هدخلها في مكرونة او رز والخلطة او حاجة بحب اسلقها مع الاوانس برضو وبعدين بشوحها فدلوقتي انا هشوحها كده زي الكبدة الجموسي يعني او الكبدة البلدي يعني فهقطحها كده زي ما انت شايفين برضو بلاقي فيها دم كده وعروق او او دهون اي حاجة شكلها مش عجبني برضو هقطحها وشيلها بصو الحاجات اللي بتبقى فيها دي هبنضفها منها وشيلها منها كويس كده خلاص كده خلصتها تقطيع زي ما شفت وعصرت عليها لمونة وقلبتها فيها عشان بس تبقى ريحتها كويس نبقى شوية ريحة زفارة حطيت بقى على البتجاز حالة اا فيها ميا بتغلي حط فيها معلقة ملحة وشوية زيت اا انا مش عارفة قلتلكم هعمل الاكل ايه ولا لأ ولا مش فاكرة بس انا هعمل كبدة القانس متشوحها بالبصل كده اا والفلفل والطماطم وهعمل جنبها مكرونة اسبكتي فحطيت الميا هنا وهنزل المكرونة اسبكتي احنا بنحبها صحيحة زي ما هي كده بطولها يعني اا ما بحبش ان انا اكسرها يعني بس جوزي ما بيحبهاش ولا ابويا ما بيحبها ومعرفش ايه ايه قصة الرجال ان هوا ما بيحبوش المكرونة ومؤخرا بقوا يتقلبوا على المكرونة بشامل بس مش جوزي الحمد لله لغاية دلوقتي اوية وحماية بقوش يحب المكرونة بشمل نزلت في التاصل اللي جنب الحالة دي حطيت فيها بصل مفروم مع فلفل أخدر عايز أقول لكم المكرونة النار كانت لحقتها أنا أقول لها فت حتة من الطرف كده أسفاف أشلت الحتات اللي لحقتها النار خلاص كده بدأت إلا أنا شوح البصل والفلفل ده مع بعض كويس ده اللي هعمل فيه الكبد والقانس فكت بشوحه الأول وبسلق المكرونة الناحية التانية فهي المكرونة زي ما بقول لكم يعني أنا أولادي بنعشقها بنموتش يا المكرونة نزلها كده دي وكتير يعني إخواتي وكلنا بنحب المكرونة بشمل بس أبويا ما بيحبهاش يعني لو يوم عملين المكرونة وعمل المكرونة دي بقى يوم تين مش هيعدي هو جوزي برضو نفس الكلام بس جوزي يعني يسعد ويقولها مضطر يعني معمولة وفي شجرة بس بيقولها متقدر يعني يعني مش عارفة إيه السر إنه هو ما بيحبهاش عايز أقولكم المعلاقة دي تحفة جميلة يعني كنت جايبها مع الطاصة دي اللي هي اللي أنا بعمل فيها بس لما كانت الطاصة يعني دلوقتي الطاصة راحت الحرب وركت فبقى منظرها عامل كده ما فيحاش إيد ولا فيها أي عاجل كانت جايبها هادية وكنت جايبها من رانين فهي حلوة أوه في المكرونة بس تاخدمشها اللي في المكرونة نسبة كده بس بتبقى حلوة وانت بتقلبه وتغرفي من المكرونة كده يعني بتسهل عليك الشغل كتير بفضل أقلب في المكرونة كده كل شوية ما بس بهاش خالص طبعا الأول سنة كانت تتسلقت زي ما تشافين كده كنت بطلحها من الماء طبعا الشغلة اللي تتسلقت فيها دي نشبحت حاجة فيها دلقتها يعني آآ بفضل أقلب في المكرونة كل شوية كده سواء مكرونة دي أو أي مكرونة بس لقوها لاتما بفضل أقلب فيها عشان بس ما تلزقش في قهر الحلة خدت لها معلقة كده الخلطة اللي هي بتاعة البصل والفلفل دي معلقة من من الدهن اللي أنا مسحيحة مع الزيت برضو وديها طعم حلو شوحتها كده مع الكبدة خلاص كده كانت البصلة والفلفل دي اللي معاني زلت بقى بالكبدة ودقت إن أنا هشوحها نشوحها كويس كده مع البصل والفلفل أزي أقول لكم كان طعمها خطير ولا العظيم لو بعملها في حشوة مكرونة بشعمل بعملها بنفس الطريقة دي يعني بنفس كل الحاجات المحطوطة عليها البصل والفلفل والتوم وبعملها بعمل بها صنية مكرونة بشعمل شاية الله في مرة بإذن الله عملها معاكم ووريكم المكرونة بشعمل بلكبدة يعني بالكبدة القانص كنت بشوف المكرونة هنا لقيت أن هي لسا فيها قرشة صغيرة كده طبعا دي مكرونة مش بشعمل عشان أسيبها بتاعشي ماما جيبي ايه جيبي سكين سكين ليه يا أختي هنعمل بها ايه خلاص كده أنا كنت الأوانس اللي هتسلقت زي ما شفته نزلت بها على كبدة وحطت عليها معلقة طوم مفروم حلوة كده وشوحت كله على بعد وكي أني بعمل كبدة يعني كبدة جموسية أو كده مش كبدة فراخية يعني لو بتشوح ببصل وطوم وفلفل وطماطم حطيت دلوقتي الأوانس بعد ما تسلقت كده أضمن أن أولاد هيكلوها ومش هيرمو حاجة منها يعني هي تبقى طريانية أساسا بتبقى نشفة فلما بتتسلق بتترى حطيت عليها معلقة ملح وكزبرة نشفة وكمون الكمون بيبقى حلوة مع الكبدة سواء دي أو التانية أو الجاموسي يعني الكمون بيخل رحيتها حلوة لو فيها زفرة ولا حاجة بيبيشلها فحطيت كزبرة نشفة وملح وكمون وفلفل أسود ونص معلقة كاري وهنا كنت فرمى طماطمية في الكبأ أو طماطميتين ونزلت عليهم كده وتعبا حسيت نهم محتاجة شوية ملح فحطيت لها معلقة ملح صغيرة الحالة بقى نفس اللي أنا سلقت فيها المكارونة هي هي غسلتها وشوحت فيها بصلايا كده مع قرنفلفل أخضر وحطيت عليها معلقة توم دي هعمل بيها صلصة المكارونة حطيت عليها معلقة توم كده ودعت إن أنا أشوح فيهم شوية هايزي أقول لكم أنا حزينة الصلصة خلاص خلصت يعني كان آخر كسين اللي أنا حطيتهم على المكارونة دول يعني كده بالزبط بقى لها شهرين ونص كمان أنا استهلكت منها كتير يعني وقت العزوم ووقت الفرح والحاجات دي أنا استهلكت منها كتير لو كان استخدامها أنا العادي كانت ممكن تقعد أكتر من ثلاث شهور ربنا يسهل إن شاء الله في خزين الشهر اللي جاي بإذن الله عايزة أخزن شوية حاجات كتير كده عايزة أعمل ملوحة وسردين ملح وعايزة أعمل فلصة ويا مسهل ربنا يا بعت الفلوس للحاجات دي المهم حطيت مكعبين مرأة كده وحطيت كاري وملح وفلفل أسود لأن طبعا مرأة مش هتحيق لوحدها بدأت كده إن أنا أقلت طبعا السلسة أنا مش معالية عليها أنا موطيها عليها النار اللي هي بس إيه تفك خلاص كده كانت الكبات والقونس خلصت وتفيت عليها النار والتسبيكة بتاعت المكارونا خلاص برضو فكت لأنها السلسة أنا مسبكها يعني جاهزة مش اللي هي محتاجة تتسبك اللي ما شاهرش فيديو السلسة يشوفه هتعجبكم إن شاء الله الطريقة بصوا المكارونا والله العظيم أنا ولادي بن عشقها مش عارفة الرجالة ما لهم عفرتهم طالع على المكارونا اللي زباكتت دي ليه يعني إحنا بنحبها كمان بطولها كده نحب إن إحنا إيه بنقعد نشفط فيها كده المهم بنزلت بالمكارونا كده على السلسة بدأت إن أنا أقلبها كويس وحطيت عليها شوية ملح برضو حسيت إن هي عايزة ملح كمان متنسوش بقى تقول لي لو تعرفوا إيه سبب إن الرجالة متحبش المكارونا والزباكتة عشان الموضوع ده هيجنيني آآ وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص أتمنى إن شاء الله إن هو يكون عجبكم وللسه مشتركش في القناة يشتركوا ينورنا وحطوا لي لايك على الفيديو وغرفت بقى الأكل هنا على قدي أنا وجوزي وميرال بس عشان كان الولد لسه في المدرسة فعلا ما يجوا بقى أنا هبقى غرف لهم يعني آآ طبعا الطبق اللي ماليان شاطة ده بتاعي عنا حطيت بقى عيش كده والكبد القانس ومخلل طبعا طبق المخلل لازم آآ خلاص كده إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة